السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الثلاثة واحد وعشرين تشرين الثاني نوفمبر طبعا القمر اليوم موجود عنا في برج الحوت وبما انه موجود في برج الحوت ورح يظل في برج الحوت لغاية الساعة خمسة وتسعتاشر دقيقة بعد عصر يوم الأربعاء لا ينتقل القمر بعديها لبرج الحمل القمر الآن موجود في منزلة المقدم وهي منزل الخير والثبات والسلامة والمحبة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة تسعة وأربع واربعين دقيقة من مساء اليوم الاثنين لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة المؤخر منزلة المؤخر هي للربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة تسعة وأربع واربعين دقيقة من مساء اليوم الثلاثاء بعدها بدو ينتقل لمنزلة الرشاة وهي منزلة للعلاج والربح والسلامة والصلاح طبعا التوقيت بتوقيت جرانيتش القمر الآن موجود في برج الحوت عشان هيك الغالب على جميع الأبراج في هاي الفترة إنها بيلعب الجانب الروحي في حياتنا دور مهيمن في هذا الوقت منشعر بعدم القدرة على التركيز على موضوع معين منشكوا ومنكشف عن مشاكلنا للآخرين ومنجد صعوبة في اتخاذ قرارات والبعض ممكن يتهرب من المسئولية أو من المواجهة والالتزام ببعض الأمور كثير من الخاسرين والفاشلين واللي بعانوا من مشاكل في الحب أو مشاكل عاطفية بيديروا ظهورهم وبيضرفوا الدموع بالإضافة إلى ذلك بيتغيب عدد كبير من العمال عن العمل بسبب المرض أو التهرب من العمل أو بسبب الملل أو الإحباط أو عدم الرغبة في العمل في هذا الوقت ممكن أن نبدأ علاقة حب جديدة يمكننا التأمل والصلاة والمشاركة في الأعمال الفنية مثل الشعر والرسم والتصوير وزيارة المرضى وشراء كاميرا ومعدات فنية أو البدء بعمل فني بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم عنا زاويتين الزاوية الأولى هي زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين المشتري هذه الزاوية رح تكون دروتها ساعة 4.19 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية هذه الزاوية بتمنحنا العطف والمودة ومنحها بالشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كما أنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين عطارد هذه الزاوية رح تكون الساعة 7 و 15 دقيقة مساء فبعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لطائل منها وبتجعلهم مزاجية طباع هذه الزاوية مصدر للتوتر خصوصا للأشخاص يعني اللي بكونوا متعبين من زيادة الأحمال وممكن تعرضنا لبعض الحوادث وما بنحسن التحكم في أفكارنا وكلامنا وذاكرتنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعاً عندنا القدمان، أصابع القدم، الغد النخامية، الغد الصناوبرية، الإندورفين اللي هو الهرمون المسكن للألام عشان هيك بالفترة هاي منشعر بالألام أكثر من الأيام العادية أو المعتادة والميلاتونين وهو الهرمون المساعد على النوم عشان هيك بالفترة هاي منشعر بالأرق أو الأحلام المزعجة أو الأشياء اللي ما إلها تفسير وبرضو الأوهام والشك أما بالنسبة للأعضاء اللي يعني نقدر نقول إنه هاي الأعضاء لا يصلح إجراء العمليات الجراحية إلا إلها العمليات الكبرى ولكن عمليات صغرى أو مراجعات طبية، فحوصات، أشياء من هذا القبيل ما فيه أي مشكلة باقي أعضاء الجسم ما فيه أي مشكلة للعمليات الجراحية بالنسبة لهذا اليوم طبعاً يعني باقي أعضاء الجسم عادي جداً غير مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد، يصلح لقص الشعر التجميلي والصفغ ويصلح أيضاً للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما إنه موجود في برج الحوت قلو المسار القادم بيبدأ الساعة 3.9 دقائق من عصر يوم الغد الأربعاء وبيستمر حتى تمام الساعة 5.19 دقيقة بعد العصر لا يستقر القمر بعدها في برج الحمل أما بالنسبة لعمر القمر، عمر القمر انحسار المحدب عمره 8 أيام في تمام الساعة 11.4 دقائق صباحاً بصير 9 أيام، نسبة الإضاءة 67% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22.11 منتحسي اليوم بنسبة 50% القمر في الحوت حتى يوم 22.11 منتحس الآن بنسبة 30% في ساعات الصباح سعيد بنسبة 10% ولكن في ساعات الظهر يعني برجع منتحس بنسبة 40% عطارة في القوس حتى يوم 1.12 سعيد الآن بنسبة 30% في ساعات العصر بصير سعيد بنسبة 10% الزهرة في الميزان حتى يوم 4.12 سعيد بنسبة 15% المريخ في العقرب حتى يوم 24.11 منتحس بنسبة 10% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31.12 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29.6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27.1 منتحس بنسبة 5% نيبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 6.12 منتحس بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 2.5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتشعروا بالتعب نال منكم وبتفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وإخلدوا للراحة وضفوا هدوء الأجواء لعادة الحسابات وللتخلص من الأمور اللي ما بتفيدك في نوع من أنواع التراجع في نسبة الحضوض ممكن تواجه شخص صعب أو شخص ممكن يستفزك بشكل كبير حاول إنك قدر الإمكان تضبط عصابك وما تبدأ بأي شيء جديد لأنها هاي فترة مخيبة وخاسرة بشكل كبير أصبر ليوم الغد لا يوصل القمر لعندك برج الثور ابتنشطوا بين الأصدقاء وبتجدوا تعاون منهم بوسعكم تحقيق أمني ومساعدة أحدهم معنوياتك مرتفعة وفي نسبة من الحضوض عالي جدا احترم القوانين والمواعيد ولا تماطل عزز شعبيتك وافرح مع الأصدقاء والأحباء ابتنجح في إنعاش العلاقات العامة خلال هذا اليوم برج الجوزة بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل وهذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شيء أنك تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر متاعب عائلية أو شخصية المطلوب منك أنك تكون على قدر المسئولية وتعتبر هاي الفترة فترة صعبة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل برضو جيد إلى الأشخاص اللي بدهم يعملوا اتصالات خارجية أو يقدموا طلبات أو مواضيع سفر أو هجرة أو اتصالات مع أجانب وترغبوا اليوم بالتفاهم مع أحبائكم أيضا هذا اليوم جيد للامتحانات الجامعية أهميش إنك ما ترتج العمل ما تستخف بالواجبات الأضواء كلها مسلطة عليك حاول إنك تكون جاهز لتحمل المسئولية وهي فترة مهمة جدا حتى عاطفيا برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم بتعيد وتنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية سارع لتصحيح الأوضاع اظهر انفتاح أكبر على أراء الآخرين ابتس على تصحيح مسار بعض الأمور وتكيف مع الأوضاع الراهنة وكون صبور وحاذر من التراجع الصحي برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة تتركز جهدكم نحو تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للتفاهم مع شركاء العمل والعاطفة حاذروا من المشاركة أو من المشاكل مع الشريك في العمل والحياة والمشاركة في مشاكل أو سوء تفاهم أو حدي الطباع هاي فترة شائكة فما بجوز انك تجازف فيها اضبط عصابك ومشاعرك السلبية مزاجك متقلب وعشان هيك بدك تحاذر لكلام الجارح تتمتع بطاقة كبيرة لكنها بحاجة للانضباط برج الميزان بيبدأ العمل بالتراكم لديكم حول إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لممارسة نشاط بدني ممكن تشتكي من الإرهاق بسبب كثرة الضغوط لبتحتاج لنصيحة أحدهم إذا أردت إنجاح عملك باكر لعملك لأن المسؤوليات كثيرة وطارئة في هاي الفترة ابدأ بالأولويات ممكن اليوم بعض موليد برج الميزان يبدأوا عمل جديد أو يجيهم رد على موضوع عمل برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتجتازوا بصورة عام يوم إيجابي بيبعث على البهجة والإنشراح بوسعكم ممارسة نشاط فني تشعب يعني بتعيش أجمل اللحظات وممكن تحقق أمنية أو تصيب الأهداف المرجوة بيطمئن بالك وبتفرح لعلاقة جديدة أو لمصالحة أو لتسوية بتتمتع بشخصية جذابة فلازم أنك توظفها لتحسين وضعك برج القوس بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية أهم إشي يعني أنه ممكن شوي يكون في بعض التوتر أو ترتبك لبعض الضغوط حاذر من ردات الفعل ومن المشاكل العائلية أي فترة مناسبة للاستثمار في عقار أو الانطلاق في ورشة أو ترميم أو تأهيل أو اجتماع عائلي برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا اليوم بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بنزهة قصيرة وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع أخ أو جار هاي فترة مهمة للتواصل مع المجتمع لا اسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بفعالية كبيرة أو تقوم باتصالات واسعة بتسفر عن اتفاق ومصالحة برج الدلو اليوم بتحصلوا على مبلغ من المال بيدخل تحسين على ميزانيتكم منكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة أو أموال بتيجي عن طريق عمل إضافي لا تغامروا بأموالكم لأنها فترة ما زالت حذرة ماليا ومعنويا فما تتسرع باتخاذ القرارات الحاسمة أنت بحاجة لكل التعاطف والتضامن برج الحوت اليوم أفضل من الأيام الماضية وتبدأوا اليوم فترة إيجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود عليكم بالنفع بتستعيد حماستك عزيمتك بتمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة لبتملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق وبرضو اليوم في خبر صار هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر